في تاريخ الكرة في مصر لازم نوقف كتير قدام مباراة القمة بين الاهل والزمالك مباراة القمة اللي ابتدت سنة 1917 هتشوفوا دلوقتي صور ندرة من مباراة القمة بين الاهل والزمالك اللي ابتدت في 9 فبراير سنة 1917 دي كانت مباراة ودية زي ما احنا شافين قدام حضراتكو والنادي الاهلي كتب التاريخ من بدايته سنة 1917 دول فريق الاهلي مع الزمالك المباراة الاولى فاز الاهلي باول مباراة في التاريخ والتي اقيمت على ملعب المختلط مختلط نادي الزمالك بمقره القديم في حي بولاء كان مقر نادي المختلط او الزمالك الاول كان في حي بولاء ودي كانت اول مباراة ودي سامحنا شافين دي الصورة اللي جمعت بين لعب الاهلي والمختلط فاز الاهلي في اول مباراة ودية بهدف دون ارد حمل توقيع لعبه عبد الحميد محرم علشان بعد كده يبدأ بقى تاريخ مباراة القمة بين الاهلي والزمالك دي صورة اول مباراة اللي احنا شافينها قدام حضراتكم هنروح لسنة 1948 ودي كانت اول مباراة رسمية بقى رسمية في بطولة الدوري كانت 10 ديسمبر عام 1948 وانتهت بالتعادل الايجابي اتنين اتنين من الاهلي والزمالك احرز للنادي الاهلي احمد مكاوي وسيد عثمان واحرز للزمالك سعد رستم عبد الكريم صار هقول لحضراتكم برضو التشكيل تشكيل الاهلي زي ما احنا شافينه دام حضراتكم دام كمال حامد محمد ابو حباجة وعبد العزيز همامي كابتن همامي الكبير طبعا وسيد عثمان وحلم ابو المعاطي وفؤاد صدقي وحسين مذكور واحمد مكاوي وتوتو وفتح خطاب اسماء كبيرة جدا ابتدت مباراة القمة سنة 1948 اول مباراة انتهت رسمية بالتعادل الايجابي بين الاهلي والزمالك الزمالك بقى الزمالك كان بيضوم يحيى امام وسعد رستم وعبد الكريم صار وحنفي بستان وعلي عثمان وعمر شندي وزي ما قلت لحضراتكم الاهلي تقدم عن طريق احمد مكاوي وسيد عثمان اضاف الهدف التاني وسجل الزمالك سعد رستم وعبد الكريم صار ده التاريخ اللي ابتدى سنة 1917 و1948 وده تشكيل الاهلي اذا ما احنا شايفين قدام حضراتكم الاهلي كان وقتها بطل الدوري 4849 لأول سنة انطلق فيها بطولة الدوري الممتاز تعالوا بقى نشوف مع بعض تاريخ مباراة القمة بين الاهلي والزمالك الحمد لله ايضا الاهلي اللي هو الغلبة برضو في الارقام القياسية على مدار مباريات القمة بين الاهلي والزمالك اللي ابتدت ودي سنة 1917 ورسمي سنة 48 زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم مباراة الدوري بين الفريقين طبعا الاهلي والزمالك لعبه دوري لعبه كاس لعبه السوبر لعبه افريقيا لكن نبتديها بالدوري المصري لعبه 123 مباراة الاهلي والزمالك الاهلي فاز في 47 مباراة والزمالك فاز في 27 مباراة والتعادل كان 49 مباراة الاهلي احرز 157 وعليه 108 هدف ده مباراة الدوري بين الاهلي والزمالك هنروح على كاسمص بين الفريقين الاهلي والزمالك لعبه وقصد بعض 32 مباراة فاز الاهلي في 16 مباراة وفاز الزمالك في 10 مباراة اذا الاهلي ليه الأغلبية في الدوري ولولي الأغلبية في الكأس مصر دوري الأبطال تقابل الاهلي مع الزمالك في 9 مباراة الاهلي فاز في 6 مباراة وكانت تعادل في 3 مباراة مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد كده اتقابلوا في مباراة وحيدة مباراة وحيدة فاز فيها نادي الزمالك وطبعا احنا عارفين متبلة الحكم الجنوب الأفريقي واللي عمل وقتها سنة 94 وادى بعد كده إلى شطبه دي المباراة الوحيدة اللي فاز فيها الزمالك فيه السوبر الأفريقي مباراة كأس السوبر المصري تقابل الأهل والزمالك سبع مرات فاز الأهل في ثلاثة وكان التعادل أربع مرات لكن في التعادل الأهل حسم القمة بضربات الجزاء مرتين والزمالك فاز مرتين هي دي يعني نتائج مباراة القمة بين الأهل والزمالك كأس السلطان أيضا يعني الأهل والزمالك لعبوا ست مباراة فاز الأهل في مباراة والزا ملك في ثلاثة وفي مباراة دوري القاهرة بين الفريقين لكن طبعا الأهم دلوقتي هو مباراة الدوري والكأس وبطولة أفريق